ما فيش أي حد بيدعي به إلا ربنا سبحانه وتعالى أتاه خيري الدنيا والآخرة واستمع معي لهذا الدعاء إذا كنت تريد الزوجة الصالحة أو تريد أن الله عز وجل يعافيك من الأمراض أو تريد أن الله عز وجل يرحمك يوم القيامة في يوم من أيام الله جل وعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة أحد أصحابه فوجده النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصبح مثل الفرخ يعني بمعنى الحديث أن الشخص ده أصبح مريض جدا وهزين وأصبح كل جسده ضعيف جدا فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم نظرة تعجب وقال له ما بك يعني أنت كنت عندك صحة وصحتك كويسة وجسدك كان جيد مرة واحدة أصبحت هذه للدرجة الشديدة ديك فما الذي أوجدك في هذه الحالة؟ قال يا رسول الله لقد دعوت الله عز وجل إن كان معذبني في الآخرة أن يعجل لي عذاب الآخرة في الدنيا حتى لا أعذب في الآخرة فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الصحابي ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وأمرنا الله عز وجل بهذه الدعوة في كتابه في أفضل فريضة فرضاها الله عز وجل وشرعها لعبادي وفريضة الحج عرف الدعوة دية إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها في كل صلاة وانسحك إنك أنت تدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنا أعيزك إنك أنت تنشرها عندك وتحفظها لأي حد فحسنت الدنيا كما قال العلماء ربما إن ربنا سبحانه وتعالى يهب لك الزوجة الصالحة أو ربما إن تكون حسنة الدنيا ديك ذرية صالحة أو أولاد صالحين يأخذون بيدك إلى يعني سبحان الله في الآخرة إلى الجنة ويكونوا من حفظة الكرآن الكريم ويكونوا من أهل الله وخصته في الدنيا وربما إن تكون حسنة الدنيا شفاء من الأمراض والأسقام والأوجاع فلا تهرم ولا تمرض بإذن رب العالمين وربما إن تكون حسنة الدنيا أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى يهب لك أرزاقا طيبة تغنيك عن مساءلة الآخرين ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به هذا العبد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله يعني سبحان الله حينما يفترغ من التحيات ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل عذاب النار وقد ذكره الله عز وجل في سورة البقرة حينما قال الكريم جل وعلا ومن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنى عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا إن الله سريع الحساب فمن الذي يمنعك يا أخي الكريم أنك أنت تدعو الله عز وجل وأنت متيقن أن الله عز وجل سيستجيب لدعاء فإن الله عز وجل لا يرد من دعاه وكذلك أيضا هذه الدعوة التوقفية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها أحد في حاجة وما قالها أحد يخاف من شيء إلا أمنه الله عز وجل من هذا الشيء الذي يخاف منه فقولها وأنت واثق في الله جل وعلا ويحفظك الله بها من كل سوء شاركها الغيرك فالدهل على الله